وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد وزارة التربية والتعليم بإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور وأكد سموه خلال لقائه سعادة وزير التربية والتعليم يوم أمس على أهمية مواصلة تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتعزيز المنظومة التعليمية وتطوير مخرجاتها من خلال خلق بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار وتسهم في رفض مسارات التنمية بالكوادر المؤهلة باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان يحظى قطاع التعليم في مملكة البحرين برعاية واهتمام كبيرين من لدن جلالة الملك المعظم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تعزيز المسيرة التعليمية في المملكة واستمرارا لهذا الاهتمام وجه سمو نائب جلالة الملك ولي العهد لإقامة يوم تعريفي بكافة المدارس الحكومية لأولياء الأمور وكلف سموه وزارة التربية والتعليم باتخاذ كافة الاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تشجع الطلبة على التفوق والتميز مؤكدا سموه على أهمية تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتعزيز المنظومة التعليمية وتطوير مخرجاتها من خلال خلق بيئة تعليمية تدعم الإبداع والابتكار وتسهم في رفض مسارات التنمية بالكوادر المعاهلة وزارة التربية والتعليم سارعت لاتخاذ الاستعدادات التي تكفل تنفيذ توجيهات سموه حيث سيقام يوم تعريفي خلال الرابع والخامس من الشهر الجاري يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد لأولياء الأمور وإطلاعهم على أهم محطاته واتخاذ كافة الاستعدادات الهدفة إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للتفوق والتميز وكانت وزارة التربية والتعليم قد كثفت جهودها لتهيئة كافة الظروف لعودة الطلبة إلى المدارس وانطلاق العام الدراسي وشملت تلك الجهود الجوانب المتعلقة بالمناهج والكوادر التعليمية إضافة إلى أعمال الصيانة وزيادة عدد الفصول الدراسية وإنشاء المباني الأكاديمية في بعض المدارس كما تم زيادة عدد حافلات وخطوط النقل وضمان جودة فاعلية وحدات التكييف هذا وسيشمل العام الدراسي تفعيل الجدولة الزمنية لدوام الطلبة وتنفيذ عدة برامج تعليمية تهدف إلى تحسين أداء الطلبة ورفع تمكنهم من المهارات المعرفية المختلفة